السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي في سنة الثالثة متوسطة لحتى أولياء تلاميذ لو مشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي الدرسة عنها اليوم راح يكون في مادة اللغة الفرنسية بالتحديد راح نسحقه لاختبار الفصل الأول ليهو ديسكوغ ديغاكت ديسكوغ ان ديغاكت إذن تلاحظوا أبنائي باللي أنه هذا الملخص يعني هذا درناه لكننا الحالة اللي يعطيتها لكم في الملخص هي الحالة التحسنة رابعة متوسط حتى الثانوي إذن لاحظوا باللي يعطيت لكم واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة خمس حالات لكنتما أبنائي في الثالثة متوسط عندكم غير تلت حالات إذن راح نعاود نفهمها لكم وكاين تاني التعليقات جاتني باللي أستاذة ديسكوغ ديغاكت وان ديغاكت ما زال ما فهمناش كتير إذن يلا نعاود نفهمها لكم طبعا وانترجم لكم إلى اللغة العربية إذن قبل نفهموا ما معنى ديسكوغ ديغاكت وان ديغاكت إذن مثلا نعطيكم قال لي للاكزانت التعليد قولي لدكتور مادي وزافي دي بروبلين دان لغرش معنة الدكتور قال لي لديك مشاكل في الحنجوات تحك هذا وش نسمي كي مثلا قالا كي نديرو قالو سجون قاطي ونفتحو هذك المقولة هذا نسميه ديسكوغ ديغاكت ما فهم معنة قالا نقدر ندير ريباندر دموندا أتساترا هذا وش نسميه ديسكوغ ديغاكت ان ديغاكت معنة تها شوفوا كيف أشيو اللي لدكتور مادي كجا في دي بروبلين دان لغرش معنة الدكتور وقال لي بأنه لديك كلي هذي الأفخاص لاني نحكي لإنسان وحد أخر وش قال لي هذك الدكتور فهمتوها إذن ديسكوغ ديغاكت نلقى دي بواندر دي ولا ريباندر ولا دماندر معنة الدكتور اللي قلنا اللي برب انترودكتور هدرا أما الانديركت في قلوب ك ما فيه شهاد دي بوان وإنما فيه ك إذن لحدو خلاص فهمنا الفرق ما بين ديسكوغ ديغاكت وانديركت يلا دوك أبنائين شوفوا الحالات اللي عندكم كثالثة متوسط إذن يلا لحدو مثال ولا يقدر يجي على الشكل التالي إذن تلاحضوا ديكلار لجنفا معنة اللي هنا قاتل اللي هنا پرسك عامين وانا دي من ندي اللي لكل بتاعيوين مشي فى الفرق إذن يلا هدف لبخزن أي تهدر دوك اوكي promen كجنفا ديكلار كين القو هادي ديكلار قولوا يسادة بصحة ديما كاشتو جن قادلة لكي قولوا لي ديكلار ديمندا هادي تاني ديسكوغ ديغاك ديسكوغ ان ديغاك نلقو فى ك اوكي إذن يلا شوفوا لازم قبل وين نروحو 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 نسطرو عالفعل التاعنا كي مالهنا جم بخمن نسطر وين راه ابنائي راهو فى البخزن إذن دوما كيكون عندكم فى البخزن نعاود ونرجعو كيف كيف فى البخزن إذن كيف اشتو لي ديسكوغ ان ديريك لاجن فام ديكلار كسلا فى بخزن ديزان كال سبرمين تولي جور دن لبخزن اوكي سن شين إذن نهنا لحضو بلي ولد ك هادي ديكلار لاجن فام ولد هي اللولا كي لحضو إذن هادي اللي كانت اللخرا ديرو هي اللولا ونبعد ك وبدأو قولو سلا فى بخزن ديزان اي شكون على ماناني نضر نزيد ك على هاديك لا فام كال بأنها كيف كيف شوفو ما حولتهاش سبرمين إذن ما تبدلش كانت بخزن نخليها بخزن لكن لاحضو مان وش تولي تولي صان حذاري اوكي دوكم فهمكم هادو على شي تبدلو إذن هي يتقدر على مان شيا معتا الكلب التاحة وانا كي نكون نحكي عليها نقول صان شيا معتا الكلب ديالها هي اوكي إذن يلا ركزو كي يكون عندي بخزن خليه بخزن يلا كي يكون عندي الإسفهم أبنائي دو سنتي لسوختي وين راحو سدمان لاجن فام وين راحو طلبت مني ولا استفسرت هديك لاجن فام إذن لاجن فام إذن هادي اللي كانت هي اللي خرا سدمان دو إلسان سوختي وين خرجو إذن لاحضو أبنائي الإسفهم وش يولي كانت شوفو اللي هنا دو من دو من يلا نحضو في الدسكور ديراكت كانت سنتي أعكزو اللي هنا ولد إلسان إما لأبنائي شوفو ديمن هنا لأكسليار تعي أمباد لأكسليار أتر أمباد كنسي لأوفيسي دو بوليس معتها نصحني جكون هاداك الشورطي نفهم يلا العكسو صحيح هذا اللي كانت اللي خرا وليه اللي ولا لأوفيسي دو بوليس لوي كنسي دو نبل زالي دون سو بارك تلاحضو باللي كيكون عندي أمر عاودو رجعو إلى الفعل الأصلي شوفو كانت اللي هنا ألي يكون جوجي عاودو رجعوها أبنائي إلى الفعل الأصلي تاحا وما ننسو ش دو إذن نركزو كيكون عندي أمر ندير دو ونعاود رجع للفعل الأصلي تاعي كيكون عندي استفهام نبدل لأهنا ما فهم إذن نرجع البرونم بخصونال ومبعد الفغ بتاعي ولا لأكسي كيكون عندي بخيزن خليه بخيزن للسنة الثالثة متوسط نعاود التنميد اللي شافوا الملخص الكامل تاع الفصل الأول يعني اللي درناها مع بعض ما يشوفش وإن هذه الحالات قلنا تاع السنة الرابعة إلى الثانوي إذن نعلي ما زالني في الثالثة متوسط إذن ناخد غير هات الثلاثة ما فهم إذن اللي عنده أي سؤال ولا إسف سالي خليه في التعليقات نحاول أني نجاوب عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقولكم كالعادة أبنائي بالتوفيق إن شاء الله